مرحبا بك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو ومرحبا بك في قناتي مجتمع دوائك إن جاء الله في هذا الفيديو سوف أكون مجد سعيد بنقدم لك دواعي استعمال دواء أم السنين إن جاء الله أقبل أن نبدأ في هذا الفيديو أدعوك الاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد ورجاء إذا عمني بالضغط على زر لايك فهي تعني لي الكثير حسنا فبالنسبة للمضادات الحيوية فنجد أم السنين فهو نوع من الأنواع الأدوية التي تنتمي إلى مضادات الحيوية الفعالة لقضاء على الأدواء الجثومية والبكتيريا والفيروسات فهو لديه قدرة فعالة في القضاء على البكتيريا والفيروسات المسببة لحدود حالات الالتهاب كما أنه يعمل من خلال التدخل مع قدرة البكتيريا لكي تشكل جذران الخلايا وهي من عن البكتيريا الحيوية التي تساعد على بقائهم على قيد الحياة كما أن مادة أموكسيسيلين التي يحتوي علىها أم السنين فهي تعمل على ضحف الروابط التي تمزك جذر الخلية البكتيريا معا فنجد من بين الحالات التي يستخدم بها دواء أم السنين يتم استخدامه في علاج التهاب القصبة الهوائية يعالج التهاب الحنجرة والتهاب الرقبة والتهاب الأذن الوسطى يحالج التهاب الجويب الأنفي الحدة والتهاب اللوزتين يحالج التهاب العظام ويقي الجسم من التهاب الجرثومي يستخدم في علاج التهاب المسارك البولي أو التهاب الحوض والكلية يستخدم في علاج التهاب الجلد مثل الدمامل والخراجات يقوموا بعلاج إلتهابة البكتيريا في أمراض النساء النتجة عن عملية الولادة وحالة الإجهاض أيضا يعالجوا إلتهابة البكتيريا من خلال التسمم في الدم ويعالجوا إلتهابة الذثة وخرجات الأسنان يحتروا من استخدام دواء مصنين في الحالة العادية في حالة انخفاض وضائف الكلا إذا كان أحد المرضى يعانون من الحساسية مثل ظهور طفح جلدي الأشخاص الذين يعانون من الحمى الغدية أو من سرطان الدم اللفوية أو فيروس المضخم للخلايا أما بالنسبة لبعض الأطار الجانبية لدواء مصنين يوجد لأي من الأدوية بعض الأطار والأعرض الجانبية رغم فعاليتهم وقومتهم للمرض ولكن هذا لا يملع من تأثير الدواء السلبين على المريض ومن بنئة إثارات السلبية للدواء مصنين نجد كالتالي الغثيان والقيء الطفح الجلدي الإسهال الحكة الدوخة التهاب القلون وأيضا حدود إضطربات في عدد من أخلايا الدم البيضاء أو بالصفح الدموية الموجودة بالدم بالنسبة لبعض التحذيرات عند تناول دواء مصنين عند أخذ شرعة كبيرة من الدواء يجب أن يتم مشروع مركات من السوائل وهذا للحرس على عدم تشكيل باللورات في البول من الممكن أن المضطات الحيوية تسبب إلتهاب بسيط بأن العمع أو القلون ولهذا يجب أن يتم إسجارة الطبيب عند حدوث حالة من الإيثار المصحب بالدم أو المخاط سواء كان أثناء أو بعد تناول الدواء أما بالنسبة لإيثار الدواء على الحمل والرضاعة لا يوجد أي معلومات تؤكد على وجود أضرار لإستخدام دواء مصنين أنت الحمل فالدواء يمر في حليب الأم بكميات بسيطة وهذا يكون في الجرعة العادية ومن المحتمل أن لا يكون له أي ضرار على الرديع أو على السيد الحمل ولكن يجب أن يتم إستخدامه تحت إشراف الطبيب يرجى العلم أن المعلومات المرتبطة بالأدوة والخلطات والوصفات ليست تبديلة عن زيارة الطبيب المختص لا ننصحه أبداً بتنوين أي دواء أو وصفة ضن رجوعي إلى الطبيب كان هذا وفيليو عن دواء وما سنين أدعوك أعزيزي المشاهد الإشراكي في القناة لكي تسليك قليل جديد ورجاء لا تنسى أن تضغط على زر لايك شافكم الله اشتركوا في القناة